قبل الفداية اضعوا لايك دعونا نبدأ الفيديو استغفر الله من المقدمة فان شاء الله انا متأكد هاي الاسئلة رح تكون كثير سهلة وان شاء الله نجاوب عليها كلها يعني هلا اصدقائي معكم سامو بهذا الفيديو اصدقائي فيديو كثير مميز لانه شركة لعبة بي كي اكس دي دزت لنا ايميل جديد فهذا الايميل اصدقائي مختلف اا اوكي يعني غير عن الايميلات السابقة اللي كانت تكون بها تسريبات واخبار واضافات يعني وكثير شغلات فهاي المرة اصدقائي اعطونا خيارات يعني متل لعبة لو خيروك او لعبة الاختيار او متل اختبار فانتو سموه اللي بدكن ياه فاول شي هم هلا رسلونا اياها بالايميل رح تخلص عنا يوم تمانية يعني اول شي لليوتيوبر وبعدين عشان نراويكم ياهو كذا وانتو يمكن رح تنزل عندكم كمان يعني رح تقدرون تقيمون افضل شخصيات وكذا فا انا اليوم رح قيمها معكم ونختار شو كاحسان شيء كان با أه migrated 2021 لأنه بدي أسوي شوي منتاج يعني غير أهتم شوي فقبل ما نبلش هذا الفيديو لا تنسوا تضغطوا على الزر لللايك واشتراك في القناة وكمان تفعلوا الزر الجرس وكمان guys بليز انشاروا الفيديو وهذا مع أصحابكم بليز قدروا ثعابي بلايك واشتراك ويعني انشاروا الفيديو مع أصحابكم لحتى يعرفوا قناتي ويتعرفوا حتى على البيكي اكس دي حتى إذا كانوا ما يعرفوها وكمان حتى رفقاتكم اللي بلوا مدرسة وكمان شتركوا بقناتي الثانية والإنستا ستلاقوه بصندوق الوصف وكتبوا لي أفكار فيديوهات انتوا حابين تشوفوها بقناتي ويرابين نبلش اوكي guys فالحين عنا أول اختبار هو نختار أفضل تحديث كان لسنة 2021 أول تحديث تحديث الكريسماس اللي إحنا هلأ فيه تاني تحديث تحديث الحيوانات تالت تحديث تحديث الهالوين تحديث الموالي وهو أني نزلت فيه باقات الطباخ واليوتيوبر وكذا وهذا تبع العيد الميلاد وهذا تبع الموضة واللاعب وهذاك إجازة صيفية والفريق الأحمر والأزرق وبعدين فيه تبع تحديث عيد الفصح فجايز أنا محتار فيه كثير تحديثات تقريبا تحديث الكريسماس والهالوين والعيد الميلاد والفريق الأزرق والأحمر يعني زير الجرافيتي وتحديث عيد الفصح فخلاص بختار تحديث الكريسماس أوكي ونشوف الآن الثاني اختبار نختار أفضل شخصية تسريبات لسنة 2021 أول شخصية المسافر ثاني شخصية ناتانا أو الساحرة ثالث شخصية العالم الرابع شخصية ماكسن جيني دريد بوي غوتيب غيرل وأكس ديمر فجايز أنا محتار بين ماكسن و دريد بوي بصراحة لأنه اتنيناتهم أشخاص يعني يحبوا عملهم وكثير كثير لطيفين ومتواضعين فماعرف بصراحة فأسقد بختار دريد بوي لو كان بيدي أختارهم اتنيناتهم والله بختارهم بس للأسف خلاص بختار دريد بوي أسف ماكسن إن شاء الله المرة جاية أو هون يقولون أنه نختار أفضل اللعبة كانت بالتحديثات هون كانت فيه اللعبة تبع عيد الفصح باركور فريق الأزرق والأحمر وتبع عيد ميلاد بيكي اكس دي الثاني وهون تبع الهالوين وهون لعبة تستيقاظ الحيوانات وهون فريزينج فاين فريزينج فاين أكيد أكيد فريزينج فاين لأنها اللعبة مختلفة وعالم جديد وهون أفضل بدلة لسنة 2021 بدلة طيارة بدلة نيمدا بدلة تزلج بدلة الكريسماس بدلة الادمن بدلة زيرو جرافتي بدلة الطيارة أنا محتار بين بدلة زيرو جرافتي وبدلة سانتا فقال خلاص بختار سانتا لأنه اللعبة تبعها شوية غير أوكي فبختار سانتا وهون أفضل باقة لسنة 2021 أول باقة باقة الاعتناء بالحيوانات الثاني جيني الثالث باقة عيد ميلاد بكي اكسي الثاني الباقة الموالية هي باقة المودا والباقة الموالية تبع هالوين وهذه تبع ماكسين وهذه باقة عيد الفصح وهذه باقة الفريق الأحمر وأزرق وباقة الكريسماس فقال أنا بصراح ما أعرف شو أختار أعتقد بختار هاي باقة لحظة خلوني أختار عيد ميلاد بكي اكسي الثاني فقال خلاص بختار هذي اللي كان شوي متميز عليهم فقال هون نختار أفضل حيوان اللي سير 2021 أول حيوان عيد الفصح يوني كون ويت شارك القرش وهون مانتي كور وكابي بارا وهذا دراجون اللي طلع ذهب أكيد بختار كابي بارا لأنه أنا محتار هلا بين كابي بارا ودراجون فأكيد بختار كابي بارا لأنه حيوان كثير حلو والحين أفضل تسريب كان لسنة 2021 تسريب الهالوين تسريب عيد ميلاد بيكي اكسي الثاني تسريب عيد أسبوع اللاعب وهون هذا تسريب أعتقد الموضة وهون تسريب زيرو البدلات وهون تسريب الحيوانات وهون تسريب تبع الكريسماش وهون في أفضل بيت لسنة 2021 صراح كلهم كثير حلوين هلو كيتي بيت أركيج هاوس وهذاك يعني بيت الباركور وبيت الجزرة وبيت السانطة فأكيد محتار بين بيت الجزرة وبيت الأدم فأختار بيت الأدم لأنه يمكن أوكي خلصنا الآن جميع الاختبار شوفوا بيكاكس دي شو عم تقول لنا جائزة بيكاكس دي السنوية لا توجد كلمات للتعبير عن امتناننا لك أنت تجعل هذه اللحظة أكثر خصوصية شركة بيكاكس دي تشكرني على المجهودات اللي أبدلناها وجميع الأشياء اللي أبدلناه وأنت كمان كنت أساطيع وبس أصدقائي بنكون خلصنا جميع الاختبارات والجميع الأسئلة وكل شيء فلا تنسوا تضغط على زر اللايك وشترك في القلوم كما تفعل زر الجرس وبس مع السلامة